طيب، تيجو نروح للأهلي؟ روح للأهلي إيه اللي بيحصل في الأهلي؟ على بعض كده؟ شوف السؤال الواسع أوشي، بس الأهلي فيه لخبطة وحاجات يعني فيه توطر حتى كنت لست بتكلم مع كامل محمد عبدالجليل حاس أن فيه توطر زيادة آه فيه مشاكل وفيه لخبطة في أمور ونتائج بس الموضوع سخين زيادة عن اللازم فيه الناس محسنين أنه الأهلي فيه أزمة كبرى، هاي الأهلي فيه أزمة كبرى؟ لا عيلوقوا، مخيص أن انت انت التفاهدت معي؟ مش هاسسسها كده يعني؟ أنا أنا هيقولك على حاجة يعني لما نيجي نتكلم على omos يعني نتزق interpreрал وهنا هي فيه لفريق أصلا وهرب فوق عليه فيه الأزمة في الإدارة، والأزمة في الجنس الفني، والأزمة في اللعبين، والأزمة كل حاجة مالي بيت فجأة في أهلي بيت أزمة؟ وأنتم ده مش منطقة طيب أنا هيقولك أنا يعني رأي إنو الناس دايماً بيتشوف اللحظة اللحظة إنه نعمة فريق في طريقه وإن كان لسه طبعاً فيه أمل أنه يخسر الدوري موضوع الخسارة من الزمالك تحديداً في نهائي كاس مصر مش أي فريق تاني لو أي فريق تاني كان ممكن الأمور تعدي أنت جاي مدرب جديد بعد موسماني لا وعلى فكرة بس عشان الناس برضو موضوع موسماني الناس واخدها في سكة أنه أنت ماشيت موسماني والأهل اللي ماشى موسماني هو كمان موسماني كان عايز يمشي هو اللي خد الكرار أصلا موسماني اللي خد الكرار وقد ما قاعدوا واتفق وكان خلاص والناس كلها قالت أنه جدد وكده واتفق وقاعد هو جدد آه وجدد بالمناسبة الظبط ما مش بالاتفاق وكل حاجة وهو ناس قاعدت معاه وجددت واتفق على كل حاجة بس كان ليوم بعض الطلبات هو جيت أن يوم الصبحة لوم أنا مش كامل أنا شايف أن ده حصل كتير جداً في تاريخ النادي الأهلي نتكلم مثلاً من بداية الألفية حصل وقت وجود الكابتن صالح سليم أنه الفرق أعدت بمرحلة من أن الجيل اللي كان موجود خلاص بيكبر على استجدد الجيل اللي موجود وحصل تاني وقت وجود الكابتن حسن حمدي يعني حصل قبل كده كتير في النادي الأهلي نفس القصة وحصل أنه خسر الدوري موسمين وراء بعض وقت برضو الكابتن صالح سليم وحصل وقت الكابتن حسن حمدي فأنا مش شايف مبرر للهجوم الشخصي على الكابتن محمود الخطيب تحديداً وتحميله مسئولية أن الفريق بينهار وأنه النادي بينهار ويعني الأمور فيها توصيف أكبر من حجمها قال فريق بيعدي بهزة كبيرة جداً أنا قلت حاجة الراجل المدير الفاني ده ريكاردو سوارش أنا مش عارق أنا يعني برضو فترة مانو الجزيه بعد مانو الجزيه كان فيه اتنين مدربين وبعد يرجع مانو الجزيه تاني أنا بس عايز أقول المدرب ده هل يتحاسب على الموسم الحالي باللعيبة اللي هي موجودة الناس بتقولك آه ما اللعيبة دي كانت شغالة مع موسيماني لأ طب ما هو موسيماني برضو الناس كانت بتنتقده وبتقول إنه مش بيلعب غير في المباريات الكبيرة أو النهائيات أو غيره يعني لكن هل أنت هتحاسبه من دلوقتي ولا هتنتظر لما يعمل هو تعقداته بنفسه ويشوف الفريق ويبدأ يبني في الموسم الجديد ما دي كلها أمور برضو لازم الناس تتكلم فيها الناس كلها بتبصوا تحت رجليها دلوقتي على الهزة اللي حصلت وعلى فكرة اللعيبة نفسياً تأثروا طبعاً بالحصل خلال الأيام اللي فاتت بقى فيه عدم ثقة بنشوف محمد الشناوي حتى اللي هو المفروض نوع حارس مرمى مصر رقم واحد بيعمل أخطاء يعني ما تطلعش من حارس صغير يعني بيطلع في أوقات غريبة بيعمل تصديات غير طبيعية دي كلها طلع من عدم الثقة ومن ردود الأفعال اللي بتطلع من بعض الجمهير لكن أنا مش شايف إن فيه أزمة على الإطلاق في النادي الآلي طبيعي وهي دي سنة الحياة إن انت مش هتبقى رقم واحد على طول لا لازم تنزل تبقى رقم اتنين عشان تطلع تاني تبقى رقم واحد فضل